نكمل الحر ليلة من الكويت حيث أمر أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وقال الأمير إنه لن يسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة انتخابا مباشرا الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا من المشاريع التنموية التي تحتاجها الكويت ماذا وراء قرار أمير الكويت إذن بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ومن هي الجهات التي يقول الأمير إنها تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة وهل بات النظام السياسي في البلاد بحاجة إلى تعديل لتجاوز تعطل سير الدولة بسبب خلافات الحكومات والبرلمان المتعاقبة على وقع خلافات مستمرة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية التي أتى قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الشابر الصباح بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ليكشف الكثير عن عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الإنهيار لذلك أمرنا بلاتي حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية ورفع نتائج الدراسة والمراجعة لنا لاتخاذ ما نراه مناسبة أمير الكويت علل قراره هذا بانتشار الفساد والفشل في محاربته من قبل مجلس الأمة عازيا ما يجري في البلاد إلى إساءة استخدام الديمقراطية وتدخل بعض النواب في صلاحياته ومحاولتهم فرض شروط عليها لن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالح أهل الكويت التي هي فوق الجميع أمانة في عناقنا انتقال صلاحيات البرلمان الذي انتخب مطلع شهر أبريل الماضي إلى الأمير وحكومته يجسد بحسب وكالة رويترز الأزمات المتتالية التي تعيشها الكويت منذ سنوات بسبب الخلافات المستمرة والصراعات بين الحكومات التي يعينها الأمير والبرلمانات المنتخبة الأمر الذي أعاق جهود الإصلاح الاقتصادي وعطل كثيرا المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد بحسب الوكالة ويحمل برلمانيون الحكومات المتعاقبة مسئولية تأخر الكويت عن اللحاق بركب دول خليجية أخرى في المجال التنموي ويرون أن صراعات داخل الأسرة الحاكمة تقف وراء ذلك وبحسب وكالة رويترز يأمل الأمير مشعل الصباح في أن تسهم خطوته الأخيرة في حل حالة الجمود السياسي الحاصل في البلاد منذ أن قام بتكليف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح بتشكيل حكومة جديدة وهو الأمر الذي لم يتمكن من القيام به منذ الخامس عشر من شهر أبريل الماضي نتيجة امتناع أي من النواب عن المشاركة في الحكومة لتأمين اكتمال تشكيلها وهو الأمر الذي يشترطه الدستور الذي بات بحكم المعلق اليوم الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت كل من عيد المناع كاتب وباحث سياسي وكذلك محمد الفيلي أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت أهلا ومرحبا بكما أبدأ معك سيد المناع خطاب وصف بالتاريخ لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح حل فيه مجلس الأمة وعلق العمل ببعض بنود الدستور برأيكم ما الذي دفع أمير البلاد إلى اتخاذ هكذا قرارات وصفها هو بالصعبة ولكنها ضرورية نحياتي لك والدكتور محمد الفيلي ومشاهدي الأعزاء ما في شكي أمير الحقيقة أوضح ذلك بأنه خلال الفترة الماضية مرت الكويت بأوقات صعبة كمواصفها وكلها انحكاسات على جميع الأصعدة وهذا خلق واقعا سلبيا وجب الأمير يعتقد أنه وجب عليه كمؤتمن على هذه الدولة أن يقدم النصح والإرشاد للخروج من هذه المعازق بيقل الخسائر أيضا الأمير الحقيقة ذكر بأنه يعني واجهنا من المصاعب ما لا يمكن تصورها وتحمله وأنه البعض ستجاهدا إلى غلق كل منفذ حاولنا الولوج إليه لتجاوز واقعنا المرير أيضا تناول الحقيقة يعني أنه الفترات السابقة وحتى قبل أيام قليلة لمس سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية التابتة وبالتالي يعني هذا أدى إلى أنه يكون هناك يعني اضطراب في الحياة السياسية الكويتية ومن ثم ما ذكر الحقيقة هو تقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته وآخر اعترض على ترشيح البعض مثلا من الوزراء متجاهلا أن هذا العمل حقيقة يخص رئيس الوزراء المكلف من قبل سمو الأمير وأن الكلمة الأخيرة في هذا الشأن الحقيقة لرئيس الدولة سمو الأمير كذلك أيضا التدخل في مسألة ولاية العهد وهو حق لصاحب السمو يأتي فيما بعد دور البرلمان في هذا الشأن أيضا ذكر بأنه وصل التمادي إلى حد لا يمكن الققول بذلك لما تشكله من هدم للقيم الدستورية هل يلقى اللوم هنا سيد المناء اسمح لي هل يلقى اللوم هنا فقط على البرلمانيين في هذه التوترات الحاصلة في السنوات الماضية بين البرلمانات المتعاقبة وما يقابلها من حكومات أنا أعتقد أن الأمير سبق له وننتقد الحكومة أكثر من مرة وحتى الآن أنا أذكر بأنه انتقد الحكومة يعني وذكر بأنها التصرفات بعض الحكومات التي مررت مخالفات وتجاوزات جسيمة نتيجة للضغط النيابي وكانت تصرفاتها واجتهاداتها غير موفقة وبالتالي يعني انعكس ذلك سلبا على المصلحة العامة حتى وجدنا من أدينا بالخيانة حرا طليقا نتيجة للممارسات الغير مقبولة وأشار بشكل واضح أنه لن يسمح على الإطلاق أن يتكرر ذلك تحت أي ظرف من الظروف بالتالي الأمير الحقيقة هنا أيضا انتقد الحكومات السابقة وسبق له أن انتقد الحكومة والبرلمان عندما أجل اليمين الدستورية كأمير للبلاد في ديسمبر الماضي وبالتالي ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها تصرفات الطرفية نعم هنا أنتقل لك سيد الفيلي ماذا بعد هذه القرارات الأميرية من الناحية القانونية والدستورية ولماذا اختار الأمير برأيكم مدة لا تزيد على أربع سنوات تبقى خلالها هذه القرارات نافذة يا سيد العزيز بالنسبة للمدة نحن أمام الممارسة الثالثة في 76 و86 كان التعليق مرتبط بمدة إذن كأننا نحن بصدد استصحاب للماضي الفكرة هنا وقد طرحت في 76 أن الدستور وهو قابل للتعديل في الأساس هو ليس دستور لا يجوز تعديله تم افتراض أن الدستور هو السبب في الخلال بالحياة السياسية وبالتالي نحن بصدد فكرة المراجعة والمراجعة هنا كما تم رسمها في الخطاب الأميري وكما يشار لها في وثائق أخرى أنها يفترض أن تتم من خلال لجنة فنية وهذه اللجنة الفنية يفحص قرارها مجلس الوزراء ثم يصار إلى بحث المخارج بما أن التعليق لم ينصرف للباب الأول وهو الخاص بنظام الحكم والمتضمن المادة السادسة أن الأمة هي مصدر السلطات إذن الطريق المرسوم إما أن يتم الرجوع للأمة من خلال استفتاء أو يتم الرجوع للأمة من خلال نظام نيابي أي أن ينتخب مجلس نيابي مرة أخرى الملاحظة هنا أيضا أن التعليق أتى بدون مخارج نهائية أتى بأربع سنوات قابلة أن تكون أقصر من ذلك إذن كأنما هناك إشارة إلى أن في المقبل من الأيام سلوب التفاعل مع هذا المشروع من الممكن أن يزيد لا يزيد لأن المدة هي القصوى أربع سنوات ولكن من الممكن أن يقلل المدة سأعود لك فيما يتعلق بالتغيير الممكن خلال هذه الفترة على نظام السياسي في الكويت ولكن هنا سيد المناع من هي الجهات التي يقول الأمير أنها تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة يمكن أن حديث بشكل أوضح أكثر عنها وإلى من يشير أيضا بأن لا أحد فوق القانون وأن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة أنا أعتقد أن الإشارة هي يمكن لأعضاء البرلمان في الفترات السابقة كلها في الحقيقة هناك استغلال للحصانة البرلمانية والقدرة البرلمانية على المساعلة السياسية من خلال الأسئلة ومن خلال الاستجوابات ولجان التحقيق وبالتالي الحقيقة ممكن أن الوزراء ليتجنبوا بعض هذه الملاحقات يعني ينفذوا بعض الأمور التي قد لا تكون قانونية أو تشوبها حالا من عدم القانونية أو الاستحقاق أنا أيضا نعتقد أن هناك قوة اجتماعية لها قدرة على التأثير وربما تدخلت أيضا لتحقيق مصالحها من خلال إيجاد نواب لها أو الضغط على النواب الحاليين أو الموجودين أي أن كانوا في الوقت الراهن أو السابق لتحقيق بعض هذه المصالح طبعا لم يوضح من هم المقصودين ولكن هذه توقعات في هذا الجانب وبالتالي يعني ما يؤدي إلى الضرب سواء بالمال العام أو بمصالح الناس كما أشار سمو الأمير أنه لن يسمح أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة لأن مصالحها للكويت أمانة في عنق سمو الأمير وبالتالي هو أحرص على صونها وكما كان وفعل الحكام السابقي لذلك أعتقد أن الأمور بشكل عام هناك ظاهرة نعم هناك ظاهرة فساد وهناك تجاوز وبالتأكيد أن سمو الأمير يعني لا يحمل فقط البرلمان وإنما هناك أطراف كثيرة لها علاقة بالفساد وقد لا تخون بعض المؤسسات الرسمية بريئة من ذلك وبالذات الحقيقة بعض المسؤولين القائمين على هذه المؤسسات طيب بالعودة لك سيد سيد الفيلي بالحديث عن النظام السياسي في الكويت هل هو بحاجة إلى تعديل لتجاوز تعطل سير الدولة بسبب هذه الخلافات القائمة بين الحكومات والبرلمانات وهل هناك خوف على صورة الكويت المعروفة بأنها رائدة ومتقدمة في المنطقة فيما يتعلق بالحريات والديمقراطية ابتداء يجب أن نتذكر أن دستور 1962 تم صناعته بما يجعله قابل لابتعاد عن النظام البرلماني مع أمل في أن يقترب من النظام البرلماني إذا ما تطورت الأوضاع وأصبح القوة السياسية أكثر تنظيمة في طريق الإشكالية أننا لا نزال مبتعدين عن النظام البرلماني وفي نفس الوقت نشتكي من عدم تحقق النتائج هناك مقدمات كان من المتصور أن يتم الأخذ بها لم يتم الأخذ بها ونستغرب لماذا لم تتحقق النتائج المرجوة الصورة الآن نحن بصدد نظام قانوني انتقالي هذا النظام القانوني ينطلق من دستور 1962 مع تعديلات لنقل آلية اتخاذ القرار باعتبار أن التشريع انتقل من البرلمان المنتخب وإن كان في السابق للحكومة دور في هذا التشريع الدور الأهم للبرلمان انتقل الآن الحكومة أصبحت هي المسؤولة عن السلطة انفيذية وفي نفس الوقت تقوم بالعملية التشريعية في إطار استثنائي نعم ومعدة 71 اليوم قد يكون التحدي الحقيقي وفي معرفة ماذا نريد نريد منطق النظام البرلماني الذي هو فكرته أن حكومة تنطلق من أغلبية برلمانية أم نريد أن نظل في فكرة الدستور يوفر للحكومة أغلبية تصل إلى الثلث ثم هي عليها أن تنسق مع البرلمان نعم اسمح لي سيد الفيلي بأي سلوب بهذه الجزية أنتقل لك سيد المناع أخيرا إلى أي الأنظمة السياسية قد يميل يعني النظام السياسي في الكويت في الفترة المقبلة وفيما يتعلق بصورة الكويت البعض يعني يقول بأن ربما هذه القرارات أن تهز صورة الكويت الرائدة في المنطقة على المستوى الحريات وكذلك الديمقراطية أنا لا أعتقد أن المرحلة القادمة والتعديلات إذا حصلت أو تنقيح الدستور سيؤدي إلى نظام برلماني على نمط الأنظمة البرلمانية المعمول فيها في أوروبا الغربية مثل بريطانيا والدول الإسكندنافية ولا حتى الهند الحقيقة لذلك نعتقد أن ربما نعود إلى ما يشبه الوضعية الحالية أخشى ما أخشى هو أن يتم تقليص صلاحيات البرلمان بحيث يكون للسلطة التنفيذية قوة أكبر في هذا الجانب وهذا لا شك بأنه قد يعني يساعد على إنجاز الأمان لكنه سيجعل البرلمان يعني أقل قوة وفاعلية والحقيقة نويت اكتسبت سمعة كبيرة في الحيوية البرلمانية فيها بالرغم من كل الاختفات والصراعات التي تمت ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الأمل الحقيقة أن القيادة السياسية تأخذ بعين الاعتبار أن هذه التجربة هي مثال الحقيقة نموذجي في منطقتنا العربية ولا ينبغد تضحية فيها وتصحيح بعض الأخطاء والتجاوزات صحة هذه القضايا بعد إجراء تحقيقات حقيقية يعني قد تكون هناك أخطاء أيضا الحقيقة من السلطة التنفيذية يعني لا يستطيع أضو البرلمان أي كان أن يجبر وزيرا على أن يؤدي عملا غير قانوني إذا صر الوزير على الانتزام بالغضر وبالتالي أيضا حتى المساءلة السياسية هي الحقيقة دلالة على حيوية الكويت وأن البرلمان له دور كبير في الحياة الكويت كل الشكر لك سيد عيد المناع عدن المقاطعة وكذلك الشكر موصول لك سيد محمد الفيري شكرا لكم